بلد العلماء وهنا في شارع المراغي عاش الإمام الفقير الذي يفتخر تلاميذه وأحفاده وأهل بلدته أجمعين بعلمه الزاخر أيام الإمام المراغي الأخيرة قضاها بمدينة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط وعلى كورنيش الإسكندرية التي كانت ملاذه في رحلته الأخيرة رحلت روح الإمام إلى بارئها بعد مسيرة مشرفة قضاها الإمام الأكبر في خدمة دينه وعلمه ليكون منبراً للعلم وسراجاً منيراً يضيء الطريق لكل من جاوره مرحب بفضيلة الدكتورة علي جمعة مرة أخرى أهلاً بحضرتك أهلاً بيك توقفنا مع وصف فاروط الإمام مصطفى المراغي بشيخ الإسلام لا مش وصفه هو هو ما هو شيخ إسلام لوحده هو عايز مرتبة تكون للعالم الإسلامي تسمى بشيخ الإسلام المشلاه هو شخصياً يعني آه يعني الكاثوليك عندهم البابا تمام يبقى المسلمين عندهم شيخ الإسلام كمرجعية عليا كمرجعية عليا دي بيسموها في الإنجليزي آه الاثوريتي الاثوريتي اللي هو المرجعية العليا الجماعة البروتستانت عندهم أسقف كانتر بيري ده المرجعية العليا الجماعة بتوع سنود السنين عندهم في أمريكا يعني فيه كل الجماعة بتعتبت عندهم الضلايا لاما ده المرجعية العليا طب فين المرجع العليا للمسلمين يعني عمتاً كده وبالتاريخ وبالكده هو شيخ الأظهر لا أنا عايزها تبقى رسمية يعني تتوجد فيه كل الدول الإسلامية بحيث أنه إذا اختلفت الأمور نرجع إليه إلى شيخ الإسلام الكبير ده نعم كل المسلمين نحن دلوقتي بقينا حوالي 2 مليار اللي 2 مليار مرجعهم ده زي ما الكاسوليك مرجعهم ده زي ما البروتستانت مرجعهم ده زي البوزيك مرجعهم ده فونادى بهذا المفهوم أن يكون فيه شيخ الإسلام أن يكون فيه شيخ الإسلام الشيخ الإسلام كان موجود في الدولة الأثمانية أيام ما كان فيه دولة أثمانية آخر شيخ الإسلام كان مصطفى صبري هاجر من تركيا بعد اختلافه مع أتاترك وكذا إلى مصر ومات هنا ودفن هنا وكذا إلى آخره وكيل شيخ الإسلام كان الشيخ محمد زهد الكوثري هاجر إلى مصر ودفن بها أيضا بجوار ابنتيه مفهوم المرجعية المرجعية دي مهمة جدا حتى للمسلمين في أمريكا أو في غرب أوروبا أو في أستراليا في بلاد غير المسلمين هذه المرجعية مهمة للغاية لأنها بتتدخل في سهولة حياة المسلمين في البلاد خاصة لما يكونوا بلاد غير إسلام أنجلترا فين الكبير أنتوا صحي كده إحنا عايزين أن نحكمكم بما تريدون بس إيه الحاجة الصحيحة اللي أنتوا بتتحكموا بيها ومن هنا بتأتي القضية المرجعية والشرعية يعني أنا وأنا في إنجلترا يجب أن لا أخالف القانون الإنجليزي بس هم كمان وهم عايزين يخدموني عايزين مرجعية يسألوها هو أنتوا الحاجات اللي أنتوا طالبينها إيه والمرجعية والشرعية حتى لما جم بتوع فرنسا يمنعوا الحجاب رجعوا للأزهر هو الحجاب ده فرض للسيدات ولا لأ علشان يطلح حاجة هناك ما تئزيش المسلمين الفرنسويين وفي نفس الوقت ما تخالفش الشريع الإسلامي فرحوا قالوا إيه أيوة نحن نعملها في المصالح الحكومية مش في عموم الحياة أو كذا إلى آخر بعد ما عرفوا الحكم يبقى إذن هم فكرة المرجعية والشرعية فكرة موجودة في العالم كله ويجب علينا أن إحنا يعني نستغلها لسهولة الحياة ولتحقيق حياة أسهل للمسلم في العالم فالشيخ عايز الشيخ الإسلام لغاية النهاردة لم تتحقق هذا إلا بصورة عرفية إن الناس ثقة في الأزهر وفي مؤسسته وفي تاريخه وفي من يتولى قيادته الشيخ الأزهر والمؤسسات التابعة له هيئة كبار العلماء مجمع الحسل الإسلامية وهكذا والجامعة الأزهرية كل هذا بيقطي شيخ إسلام واقعي لكن هو كان عايز شيخ إسلام رسمي بحيث أن يكون هناك فرضي ما حدش يقول وانا مالي ومالي الأزهر وهو ممكن حد يقول كده وإن كان يخرج عن العرف في العام وإن كان يخرج عن الواقع لكن في الحقيقة كان كلمة شيخ الإسلام دي فكرة جاية من مشروعهم أيضا كان عنده فكرة يا مولانا الحيوان أسف مرة تانية المؤطعة فكرة أن القاهرة تكون مدينة مقدسة دي فكرة تانية في أثناء الحرب كان المدن المقدسة ممنوع ضربها حتى لا تزول الأثار اللي فيها وحتى لا تتغير الديمغرافية لهذه المدن فأل طيب والقاهرة مدينة مقدسة لاجتمالها على أولياء الصالحين وأهل البيت الكرام والصحابة والتابعين وأن تاريخها يؤكد احترامها وقداستها وبعدها عن ما لا ناقة لنا فيها ولا جمل وهو بيخطب أمام الملك وجه الملك أنه كان الإنجليز بيقوله يلا يا مصر اعلني الحرب على دول المحور فقال لها حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل أنتم بتحربوا بعض الحاجات إحنا ما نحنش عارفين أنتم بتحربوا بعض إيه إصلاح الأزهر أيضا جانب تاني لأنه كان مهتم جدا بإصلاح الأزهر كان طريقة أنه أوقاف الأزهر كانت كثيرة فكان الطالب ييجي ويصرفوا عليه من الأوقاف دي فيسموها الجراية يعني كأنها منحة دراسية فلقى والنظام كان أني أنا عندما أجد في نفسي أهلية أتوجه إلى الامتحان علشان أخذ العالمية فلقى الناس مش مش راضية تتقدم الامتحانات تعالوا يا أولاد أنت رجل عندك خمسين سنة دلوقتي وانت عندك ستين سنة أنت لسه مش بيعتوش علم يعني قالوا لا العبارة مش كده العبارة أن احنا نروح فين هنتوظف فين هنأكل منين انتوا دلوقتي بتدونا الجراية احنا عايشين عليها وبنؤدي ما علينا أن احنا ندي درس هنا درس هنا نقوم بالتراويح هنا نعمل حاجة كده لكن هنخلص الجراية وما هنأكل منين قال لهم لا منتوا ترجعوا بلدكم وتشتغلوه وتعملو كذا إلى آخره اختلفوا مع بعض فالشيخ المراغي جات له فكرة عبقرية وهو منح العالمية للجميع لكل الناس لكل العلماء يعني لكل العلماء مدام قعد أكتر من 12 سنة في الأزهر هذا كلام معناه قلب مفتوح عقل مفتوح مشروع تجديدي متكامل استطاع به الشيخ المراغي أن يطور وأن يتقدم وأحبه الناس رحمة الله رحمة الله تعالى كل شكر فدل عالم جليل وسيد دكتور علي جمع شكرا لحضرتكم شكرا لكم شكرا جزيلا شكرا لكم إلى اللقاء